عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالموظومة الصحية وطلع رئيس الوزراء على موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 42 ألف جهاز للمنشأة الطبية وكذلك خطة تنفيذ مشروع المخازن السراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية والذي يشمل تنفيذ ستة مخازن سراتيجية للأدوية وتوزيعها لتغطية كامل خريطة الجمهورية وذلك بهدف تأمين رصيد من احتياجات مصر من الأدوية السراتيجية لمدة أربعة أشهر وذلك وفق أحدث التقنيات بمجال تخزين